دخلت القوات المشتركة إلى ناحية قراتب شمال شرق محافظة ديالة بعد أن أخلت قوات البشمرغ مقارها من الناحية وأكد مصدر المحلي في المحافظة إخلاء قوات البشمرغ لمقارها في جلولاء ومندلي في المحافظة بعد الاشتباكات التي اندلعت ليلة أمس بينهم وبين القوات المشتركة في كاركوك والذي تم بصورة مفاجئة بحسب المصدر دون معرفة ما إذا كان الانسحاب جاء بأوامر عسكرية مباشرة من قيادتها أم أن الأمر جاء وفق اتفاق لترتيب الأوضاع في الناحية المتنازع عليها